موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مشاهدين العزاء ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من مرامجكم قصة مرض مشاهدين العزاء ضمور العضلات من الأمراض التي تصيب العديد من الناس ويعرف ضمور العضلات بأنه فقدان للكتلة العضلية وبالتالي يؤدي إلى فقدان القوة في التوازن وأداء الوظيفة بشكل يومي في هذه الحلقة سنناقش أسباب وعلاجات هذا المرض بشكل تفصيلي مع متخصصين فابقوا معنا يعد ضمور العضلات حالة طبية تتطلب تقييماً وعلاجاً من قبل فريق طبي مختص يمكن أن يكون لضمور العضلات تأثير كبير على حياة المريض إذ يمكن أن يؤثر على القدرة في المشي والصعود والنزول من الدرج والقيام بالأنشطة الحركية اليومية هناك العديد من الأنواع للضمور العضلي منها الشلل الرعاشي والضمور المتعدد ويعتقد المختصين بأن الضمور العضلي يحدث لأسباب وراثية أي أن هذا المرض قد ينتقل بشكل وراثي عن الآباء والأجداد يعني ضمور العضلات أول شيء من نحشي على العضلات أو ضمورها لازم نعرف شلون العضلة تشتغل حتى نعرف سبب اللي يأذى إلى ضمورها يعني الحركة نحن منبلش حركة لازم أكون تخطيط من الدماغ لهذه الحركة اللي راح نتحركها وهذه الإعازات تجي عن طريق الدماغ والجدع الدماغ من الجدع الدماغ للحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي للأعصاب الطراء الطرفية يسموها ومن هناك للنواقل ومن النواقل أكو تشابك عصبي وعضلي ومن التشابك العصبي والعضلي طبعا هنا تجي أهم أنزيمات وهرمونات ومواد كيميائية تحفز للعضلة يلا تتحرك العضلة والعضلة من تتحرك أكو أجهزة ثانية بالعضلة من ضمنها بيوت الطاقة المايتو كوندير رايبوسومات يسموها هناك أيضا قنوات وأبواب ريسبترات يسموها بالعضلة نفسها فهذا الطريق كله أي مكان يصير بمشكلة قد يكون يؤدي إلى ضمور العضلة يعني مثلا عندي مشكلة بالدماغ واحد مريض عنده جلطة دماغية أو ورم هذا يؤدي بمرور الوقت إلى ضمور العضلة ليش؟ لأن تغذية العضلة تغذية عصبية ما بي بعد وحركة ماكو بعد فراح صير عنده يبدأ الضمور مثلا الحبل الشوكي مضروب هم كذلك ماكو ووصل نوصل مثلا واحد عنده ضمور العضلات الجانبية برايماريولاتراسكروسس أو أمايتروفولاتراسكروسس أمندين سميها أكو مناطق محددة تنضرب بحبل الشوكي وبالدماغ بعد ماكو إعازات لعصيات الحركية يسموها بعد ماكو إعازات للعضلة فبعد العضلة راح تصير به شنو؟ ضمور أو مثلا واحد عنده مراحل متقدمة من الانزلاق هذا يقطع الإعازات الانزلاق يقطع لإعازات بعد ماكو مثلا أو مثلا العضلة الأجزاء اللي احتينا بها العضلة بها مشكلة نفسها هم يؤدي إلى ضمور بمرور الوقت فها قد تكون وراثية قد تكون مكتسبة قد تكون ضربة خارجية شدة خارجية يعني أسبابه هواية يعني ليس من السهل تشخيص الضمور العضلي فإنه يتطلب فريقا متكاملا من الأطباء المختصين وكذلك يبدأ المختصين هؤلاء بإجراء فحوصات مختبرية وإشعاعات وتصوير مغناطيسي وإلى آخره من هذه الفحوصات للتوصل إلى نتيجة دقيقة حول هذا المرض وكذلك التساؤل عن التاريخ المرضي في الأسرة بأكمله للوصول إلى العلاج مناسب والدواء المناسب ضمور العضلات الوراثي يحدث نتيجة لتحطم الجينات المسؤولة عن تطوير العضلات الصحية والقوة يمكن أن يكون هناك أنواع مختلفة من ضمور العضلات الوراثي مثل ضمور العضلات الوراثي العام والدوشين والبيكر للأغلب أمراض ضمور العضلات هي وراثية وللأسف أغلبها هي ماء لها علاج يعني ماء لأسف يعني أكو أمراض قليلة لها علاج وهذه عادة تكون علاجاتها مكلفة وصعبة جدا إحنا إذا شخصنا المرض يعني بالبداية ممكن نقدر يعني نقدر نوصل للعلاج الصحيح أمراض العضلات يعني أمراض اللي أدي إلى ضمور العضلات اللي مثل ما قلت لكم هي وراثية عادة يعني نادر أن ما تكون مكتسبة يكون المريض يعني شون يشكي بالبداية شون يجي يقول أنا ما أقدر أمشي يعني بديت أعاني صعوبة بالمشي وتختلف حسب الفئة العمرية أكون ممكن بالأطفال تبين ممكن بالشباب ممكن كبار بالعمر لها نادرة ما تكون كبار أعتن بالأطفال وبالمراهقين أو فئة الشباب يعني أهلا يلاحظون صعوبة بالمشي أو هو من يمشي يلاحظ أكو صعوبة الصعوبة عادة تكون للشيء اللي يحتاج يعني رفع القدم يعني صعود مثلا صعود الدرج أو صعود أي شيء صعود حافلة أو صعود سيارة هذا يعاني به وأكو أنواع تأثر على الجهة البعيدة يعني من الجسم فضمور العضلات يعني مثل ما قلت لكم الأسباب وراثية عادة يفضل عدم زواج الأقارب إذا أكو يعني تاريخ عائلي عدهم شخص عده مشكلة بالمشي وشخص أنه هو عده ضمور عضلات وراثي فيفضل أنه يتجنبون زواج الأقارب أو إذا كانت أكو إمكانيات متقدمة أكو فحص وراثي هذا الفحص الوراثي مكلف وغالي وغير متواجد عادة يعني فنقدر نشخص الجين ونقدر نعرف أنه هذا ممكن يصاب هذا الشخص أو زوال العائلة ممكن يكون أطفالهم مصابين لو لا بهذه الطريقة نقدر نتجنب إذن بعد إجراء الفحصات الشاملة من قبل فريق مختص من الأطباء يبدأ هؤلاء الأطباء بتشخيص نوع هذا الضمور العضلي فإنه ليس نوعا واحدا وبالتالي يحددون هذا النوع من الضمور العضلي نتيجة للخلل الذي يؤديه في الجسم من الوظائف والحركة اليومية ولذلك يختلف نوع العلاج من الضمور إلى آخر بالنسبة للأمراض العصبية قد يتم تناول أدوية لتقليل التشنجات العضلية وتحسين القدرة الحركية قد يكون العلاج الطبيعي والتهيل العضلي جزءا مهما من العلاج لتقوية العضلات وتحسين الحركة والوظائف الحيوية بالنسبة لتشخيص ضمور العضلات مثل ما أحكينا من نعرف كيف تشتغل العضلة لنقدر نخلي بالنا مكانات وأسباب حسب هذه الأسباب والفحص السريري طبعا الفحص السريري إذا المشكلة بالعضلة أو بالعصاب الطرفية أو مثلا بالحبل الشوكي أو مثلا بالدماخ كل مشكلة بالفحص السريري نلقى بالمريض الشغلات تمشي ويهاية المشكلة تمام؟ أو مثلا بالتاريخ المرضي المريضي يجيني يقول لي أنا عائلتي كلهم يجي وأبوي وأمي يعني أقارب فبهذه الحالة نفكر بالشغلات الوراثية هاي نقطة النقطة الثانية مريضي يجيني يقول لي صار عندي قبل الضمورس بدأ عندي ألم بالعضلة مثلا القومة والقعدة صعبة علي بعد ما أقدر أقوم ما أقدر أمشي من أمشي عندي ألم هذه فالتشخيص معين نمشي بها يعني حسب حسب الشغلات اللي نخليها بالنا والفحص السريري والتاريخ المرضي هم اللي قودون للخطوة الثانية بالتحليل أو بالفحص أو مثلا شنو ندز المريض نحن تعرف مجتمعنا وخصوصا نحن بالعراق هؤلاء شغلات ما متوفرة عندنا التحاليل الجينية أو حتى تحاليل المختبرية البسيطة اللي ممكن نحتاجها ما متوفرة عندنا فنحن نعتمد عادة الفحص السريري والتاريخ المرضي وحسب الضوء اللي نلقاه بالمريض نحدد شنو الشغلات وخطوة خطوة نمشي بيها مثلا نبدأ فحوصات مختبرية سموها من ضمنها إنزيمات اندز المريض إنزيمات مع العضلة هاي الإنزيمات تنتج بالعضلة إذا هاي الإنزيمات زايدة قد تكون مثلا مشكلة بالعضلة أو مثلا لا تخطيط عضلات وتخطيط عصاب هاي هم مشاكل تحلي ما نحلت بعد نصعة الرنين المغناطيسي أو مثلا الرنين المغناطيسي للأعصاب للحبل الشوكي للدماغ والخطوة اللي وراها ممكن إنه قد نستفاد منها الخزعات ناخذ من العضلة وخصوصا إذا المشكلة بالعضلة يعني بالفحص السريري طلعت عندي أكثر شيء المريض مشكلته تمشي ويا العضلة فهنانا تركيزنا ما راح ندزي الرنين للدماغ ولا للحبل الشوكي ولا للأعصاب مثلا ندزه إنزيمات تحليل إنزيمات مختبرية واندزة كذلك خزعة وتخطيط أعصاب وعضلات حسب الحالة وإحنا إداة وراثية بعد وقتها نحتاج شغلات جينية والتي هي ممتوفرة ومكلفة أكو ناس يقول الدكتور اكتب حتى لو من برها ما أسويها حتى لو خارج العراق ما أسويها فيسوون يعني أكو ناس عندنا يسوون هناك نوع من الضمور العضلي الذي يحدث نتيجة لقصور الدورة الدموية أي أن الدم لا يصل إلى أجزاء معينة من العضلات وبالتالي يؤدي إلى موت أو فشل تلك العضلة المعينة في الجسم ولهذا يبدأ الأطباء بتحفيز تلك المنطقة وتحفيزها لإرسال الدورة الدموية بشكل سليم إلى تلك المناطق وتحفيزها وإعادتها إلى الحياة ضمور العضلات الناتج عن قصور الدورة الدموية يعني هو معناها دم ما يوصل كافي للعضلات من ما يوصل كافي دم للعضلات العضلة ما رح تشتغل بصورة صحيحة وهذا يؤدي إلى عدم استخدام العضلة وبالتالي الضمور عادة يكون عند مرضى تصلب الشرايين المدخنين اللي يعدهم ضغوط اللي يعدهم سكري اللي يعدهم أمراض وراثية تؤدي إلى تصلب الشرايين يعني الشريان يبدأ يصغر بالحج يعني القدر مالته يبدأ يصغر فمعناها ما يوصل الدم كافي للعضلة وهذا إذا شخص من البداية علاجة مو صعوب يعني علاجة سهلة إما بأدوية إما بقصطرة تكون قصطرة يعني تنظف الشريان وبالتالي توصل الدم كافي طبعا قصور الشرايين بنوعين بنوع حاد وبنوع مزمن إذا كان نوع حاد هذا يحتاج التداخل طار عادة لأنه يصير ألم شديد المريض يعني يحس بألم شديد وراح يشخص بسهولة عادة يشخص بسرعة وسهولة وهذا ممكن يتعالج لكن لازم علاجة بوقت سريع يعني ما يتأخر هذا يتعالج عادة بقصطرة يعني العلاج الثاني اللي هو المزمن يعني نوع الثاني اللي هو المزمن هذا ممكن بالأدوية ولكن يتهالج بالقصطرة الحمد لله يعني هاي الحالات ممكن تتعالج ممثل ضمور العضلات الوراثة ضمور العضلات الناجم عن قصور الدورة الدموية المزمن يحدث نتيجة لقصور التروية الدموية المزمن ونقص التروية الدموية إلى العضلات ما يؤدي إلى ضمورها وفقدان القوة العضلية إذن كما سمعنا من الأطباء المختصين بأن ضمور العضلات فيه العديد من الأنواع ويتطلب جهداً كبيراً لتشخيص النوع المحدد وتحديد العلاج المناسب لهذا النوع يعني النصائح المهمة حسب الحالة يعني إذا مثلاً مشكلة بالعضلة، مشكلة بالعصاب، مشكلة مثلاً بالحبل الشوكي أهم شيء أهم شيء يعني يتبع تعليمات الطبيب يعني قد تكون مثلاً أهم شيء بالنسبة لهذا المريض أكو عندنا أمراض متفيدة شغلة ثانية لا علاج لا هذا وأصلاً ما بي علاج فقط السباحة مثلاً فقط السباحة إلا السباحة أحسن شيء إليك مثلاً أو مثلاً صعود الدرج ونزولها مثلاً وأكيد الاستمرار بالعلاج والتأهيل الطبي يعني الفيزيو ثرابي نسميه هذا كل شيء ضروري خصوصاً إذا المشاكل بالعضلة وإذا المشكلة أصلاً ما بي علاج يعني أكو عضلة حتى بأمريكا بخارج العراق يعني دول متقدمة أكوهوائي أمراض عصبية وبالعضلات ما ماكو علاج بدون علاج فهذا بس التأهيل الطبي جداً مهم وجداً ضروري والالتزام بالحركات اللي هما قد يكون يعني قد تكون حركات مثلاً هايدروثيرابي مثلاً السباحة قد تكون هاي البايسكولينك مثلاً يسموها حسب نوع المرض يعني أهم شيء تأهيل الطبيب خصوصاً أمراض العضلية مشاهدين الأعزاء ضمور العضلات من الأمراض التي منتشرة بشكل كبير بين العديد من السكان في العراق وخارج العراق ولكن هناك علاجات واضحة ونهائية لهذا المرض فبعد التمسك بخطة علاجية مناسبة الذي يحدده الفريق الطبي والالتزام برياضات وحركات معينة بالتالي يصل المصاب إلى مرحلة الشفاء النهائي وبالتالي يحتاج المريض أيضاً إلى دعم نفسي من الأسرة ومن الأصدقاء مشاهدين الأعزاء حتى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة